مرحبا شكراً لإستماعك لهذه الحلقة الجديدة من كورونا نيوز يقدم لك كانتونه وشركائه معلومات مهمة عن وباء فيروس الكورونا بالعربية من أجل مكافحة وباء فيروس الكورونا بشكل أفضل قررت الحكومة السويسرية قواعد صارمة وتطلب من كل شخص البقاء في المنزل إلا إذا أجبر على الخروج عند بقائك في المنزل إنك تحمي نفسك وأيضاً وخاصة إنك تحمي الأشخاص الضعفاء الأشخاص الضعفاء هم الأشخاص المعرضون لخطر أكبر والذي تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وهم أيضاً الأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من مرض ما هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس الكورونا لهذا السبب لا يجب لهم أبداً مغادرة منازلهم مدام هذا الوباء ينتشر إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الضعفاء فاتبع تعليمات الحكومة السويسرية يجب عليك البقاء في المنزل قطعاً تجنب الخروج تجنب استقبال الزيارات حتى ولو كانت عائلتك المقربة للقيام بالتسوق أطلب من عائلتك أو أصدقائك أو أحد جيرانك للقيام بالتسوق ووضع المشتريات أمام باب منزلك لا تتعهد ببطاقتك المصرفية إلا لشخص تثق به إذا كان عليك الذهاب إلى الطبيب لا تستعمل وسائل النقل العام استعمل السيارة، الدراجة أو سيراً على الأقدام إذا لم يمكن ذلك استعمل سيارة الأجرى إذا كان لديك كلب في البيت أطلب المساعدة من عائلتك أو أصدقائك أو جارك لإخراجه بين الحين والآخر إذا لم يكن لديك أي شخص يمكنه مساعدتك اتصل ببلدية إقامتك يقدم كامتون فو مع البلديات مساعدات للحياة اليومية للأشخاص الذين ليس لديهم دعم أحد فعلى سبيل المثال يمكنك طلب المساعدات للأسباب التالية لتوصيل الوجبات إليك للقيام بالتسوق لك وتسليمه إلى منزلك للحصول على مساعدة تنظيف البيت للنقل إذا كنت ذوي الاحتياج الخاص للحركة وكان عليك على سبيل المثال الذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية لرعاية طفلك في المنزل إذا كان عليك الخروج لبعض الوقت إلى موعد طبي أو لكي تقوم بتفعي فاتورات أو سحب مالك من البنك لمساعدتك في رعاية حيوانك الأليف للمساعدة الطارئة خاصة للأشخاص الذين لديهم إعاقة إذا كنت تعيش في كونتون آخر فإن المساعدات موجودة أيضا فقط اتصل ببلديتك اعتني بنفسك وأحبائك وابقى في المنزل ترجمة نانسي قنقر